طيب ليه انا برد هنا في فيديو وما ردتش على المنشورات بتاعه لانه هو نشر المنشور انا علقت تعليق واحد صغير ولسه هكمل وانشر بعض الادلة انه هو قال الكلام ده وانه هو اشترى من الحمام ولاد الحمام اللي بالختم فطبعا عمله حظر فما عرفتش ارد على المنشور بتاعه على الفيسبوك فانفيش قدامي غير اني انشر فيديو هنا للتحذير وبرضه هو يشوفه ويعرف الردود اللي عندي ويعرف ان عندي الادلة كتير انت تعرفين انا الرجل كبير ما ينفعش اتكلم في موضوع ما معايش اي ادلة انا معاي الادلة كتير لكن انا بنشر لك دليل واحد او يعني حاجة من كلامك انت مش هندخل اطراف تانية انا بننشر ردودك انت على الناس اللي تأكد ان انت بتبقى لهم الحمام على انه من حمام ولاد الانتاج بتاع الشركة الفرنسية اللي هو الحمام الاصلي اللي بالختم الشركة او من ولاده او من احفاده ان انت بتقول جيل وكو لما تكلمنا هنا قالك ماليش في اليوتيوب ومالسرق الفيديوهات من القناة الزي اتلاقي الفيديوهات تحت وهم شي ان انت تشوف الفيديو اللي احنا بنتكلم عنه اللي احنا قولنا حذرنا من العلامة دي فيه وطبعا انا طمست اسمه ما كانش ماباين ما كان الاسم بتاعه كان مختفي اخفت اسمه خالص عملت اللي علية وخفت اسمه لما حد قال لي من احد المتابعين اسمه باين انا حذفت الفيديو وطمست اسمه حرصا على الرجل وعلى سمعته بس هو اللي اتكلم في الموضوع هو اللي عرف ان الكلام عليه يعني يعني هو لو كان سيكت ما كانش حد اعرف ان الكلام عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ازيكم وحاجتون اعملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربات الحمام اه لما عملت فيديو اه الفيديو اللي قبل اللي فات اه اللي هو كنا بنتكلم عن ختم الحمام اللحم اه طبعا احنا كنا عاملينه فيديو تحذير من العلامة اه سواء الشخص اللي هو خدت كلام على نفسه هو فعلا الصورة كانت متاخدة من عنده اه حد كان قال لي الرجل ده اه حاطت علامة في الجناع فاحنا خفنا الناس يختلط بهم الامر ويفتكرهم ان هي دي ختم الشركة الفرنسية اه لكن هو طبعا كاتب اسمه عليها بالعربي لكن اه طبعا المبتدئين في الحمام اللحم هيختلط بهم الامر وبما انه هو شخصيا هو شخصيا عارف ختم الشركة الفرنسية من القناة بتاعتنا اول حد نشر ختم الشركة الفرنسية وعرفنا الناس ايه العلامة وايه الختم عشان محدش يختلط بالامر العلامة اللي هي العلامة الصفرة دي دي مش الختم دي ما لهاش اي قرامة والختم اللي هو مخفي تحت الجناح اللي هو تشوف دلوقتي ده ده اللي هو كل حاجة في الختم ده ده اهم شيء ده مش موجود في مصر للامانة الا اذا كان عندي كم شخص كده فطبعا هو صاحبنا اللي الناس بتدفع عنه قالت انه هو بيميز حمامه طيب انا عايزك تشوف الفيديو اللي فات قبل كده عملنا تحذير ان العلامة دي مش هي الختمة جمعة ده للناس المبترقين والناس اللي بيتبونة الناس اللي بيدورهم على الحمامة اللي بالختم والناس اللي بيدورها الحمامة اللي بالختمة قلوكوا المرة يعني قلتها كتير الختم الحمام اللي بالختم لما حب تجيب جوز من برة هتديبه دلوقتي بعشرين الف جنيه او يمكن اكتر فطبعا محدش هيجيبه اللي كان جايب حوالي تلات اربع قصوص كان جايبهم من زمان ايامها كان لسه طبعا جابهم الكويت الدنار كان لسه يعني ايه مشدش اوي فيعني كان ممكن لكن دلوقت اظن صعب اوي ان حد يدفع المبالغ دي عشرين الف او اكتر من عشرين الف اه نرجع لموضوعنا هو زعل ان انا اخذ من عنده صورة وانا عملت الفيديو التحذير فهو اتهمني ان انا بعمل فيديو على اليوتيوب عشان هو ملوش في اليوتيوب طيب اخي انت اخذ فيديوهين من عندي متصورين في الكويت الفيديوهين الاتنين عند اخونا حسين اللي هو الكويت طبعا اللي هو عنده الحمام بالختم متصورناهم هناك انت اخذهم من عندي ونشرهم عندك على الفيسبوك عندك عشان تروج ان الحمام اللي عندك من الحمام ده او من انتاجه جيل اول اللي هو بيقول بيدفع عن نفسه وبيقول انا ما قلتش للناس ان هو من ولاد الحمام المختوم لكن ده الدليل دلوقتي اوه هنشره لك دلوقتي هنا ان هو قال للناس ان هو حمام جيل من ولاد الشركة الفرنسية من ولاد الشركة الفرنسية او جيل تاني او جيل اول مش تفرق معنا وان هو شاري الحمام ده من الاستاذ احمد بركات وطبعا الاستاذ احمد بركات نفى ان هو باع من الحمام ده سواء الحمام اللي بالختم ما باعوش ولا من ابناءه باعه ولا من احفاده كمان لان انا اللي بايع اللي الاستاذ احمد حمامه في الفيديوهات انا صورت له الحمام وبعت له الحمام على القناة هنا اللي انتو شفتوه وانتو معرفتوش الختم ده او هو نفس الشخص الا في القناة دي يبقى احنا من واجبنا ان احنا نحذر زي ما عرفنا الناس يعني ايه الختم برضو من واجبنا ان احنا نحذر الناس ونعرفهم ايه الختم و ايه اللي مش الختم لما شفنا ان انت يعني احنا ما عملناش الفيديو التحذير الا اه معرفنا ان المستورد بتاع العلامة دي ايه علامة نميز برضو ان دي العلامة غير الختم العلامة دي هتنتشر في مصر الفترة اللي جاية كتير جدا الناس كتير هتركبها ومن حق كل واحد يركبها لكن ما مش من حق اي واحد ان هو يقول ان الحمامة دي ولاد الحمام اللي من الشركة الفرنسية او ان هو جيبها من فلان ومن علان يعني مش عايزك تقول انت جيبها من فلان بيا كون ان انت في بعض منشوراتك بتقول او في التعليقات بتقول ان جوز الزغليل بيوصل عندك لألف وتلتمية اقل حاجة عندك 1300 و1500 و1700 كلام ده علي الجميع يعني اللي يقول لك كده يعني ايه قلوا الحمام ده مش لح اللي يقول لك بوصل عندي 1700 اعرف ان هو مهجن مش عايب ان انت تهجن فانت وصلت بالحمامة او بالجوز الزغليل ل 1700 جرام ده شيء جميل جدا سمي الحمامة باسمك سمي الزغليل دي او الصنف ده باسم فلان يعني ايه سمي الزغليل دي باسم فلانة باسمك انت ما تقولش عليها لاحم فرنسي بيور اولاد الختم اولاد الحمام بختم الشركة الفرنسية اللي انت شيريه من فلان وانت ما شيرتش من فلان حاجة لان احنا عارفين الحمام ده الحمام الاصلي فين واتباعه لمين وموجود فين دلوقتي اللي هما اربع قصوص تقريبا دلوقتي طيب حد دلوقتي هيقول لي طيب هو وصل بوزن 1700 يبقى هو كده احسن من الشركة الفرنسية لا اه ما اقول لك برضو الناس اللي هي برضو مش عارفة الفكرة في ايه الفكرة في ايه بقى ان الشركة الفرنسية لما اشتغلت على الحمام اللاحم اشتغلت على بروز حجم الصدر بروز حجم الصدر بروز الصدر على العظمة اللي في النصة هتلاقي العظمة اللي في النصة مختفية دي في السلالة اللي هي بختم الشركة الفرنسية اللي هي فتشوف صورتها دلوقتي الزغلول وهو متنظف كده مدبوح ببقى عامل ازاي الشركة لما اشتغلت على الحمام اللاحم عشان تطلع دي ما طلعتش الوزن ده وهسيب لك الصورة بتاعت الشركة الفرنسية نفسها شوف انت الاوزان وقف كده الفيديو وشوف الصورة دي شوف الصورة دي دلوقتي اللي سيبه لك هنا ترجم او مش مهم الترجم هتشوف الارقام اقرى الارقام اللي فيها ما وصلتش ال 1700 بنت حمامتك وصلت اكتر من حمام الشركة الفرنسية تمام خير وبركة يا رب احنا نتمنى والله الناس كلها توصل باوزان اكتر من الشركة الفرنسية ما وصلت لكن زي ما قلت لك مش هتوصل لبروز عضلة الصدر عن العضمة ده حاجة كون ان انت حاطت صورة ما عرفش انت جايب الصورة دي من صورة زغلول الصدر بتاعه بارز احنا نشرنا صور كتير والصور عن نت كتير واللي عايز يجيب صورة ويلعب فيها ويعملها موجودة لكن دي ميزة مش موجودة في الحمام اللي عندي ولا اللي عندنا كلنا في مصر ده اللي احنا بنتكلم فيه اللي عندنا كلنا في مصر مفيش فيه الميزة اللي هي بروز عضلة الصدر دي احنا ممكن يكون عندنا اه سدره كويس بس مش لدرجة ان العضمة مختفية ده اللي الشركة اشتغلت عليه واشتغلت عليه ايه كمان لما كلمنا المهندس محمد بحيري اللي هو يعني علامة في الدواجن وفي الحمام اللحم واللي هو رئاسي للشركة الفرنسية بنفسه قال لنا ايه ان الشركة قريت له وبعتت له الكاتلوجات ان هي الشركة بتأكل اه بروتين بس اربعتاشر في المية وبيوصل معهم الاوزان اللي هي في الصورة اللي موجودة دلوقتي عند حضرتك دي لكن الاهم من الوزن عندهم الوزن العالي مش وزن عالي وبس يعني هما موصلوش بالالف وسبعمية دي لكن بروز عضلة الصدر وحاجة كمان اللي هي التحويل تحويل يعني انت مثلا ايه في الفراخ البيضة اه وضرب لي مثلا بالفراخ البيضة الفراخ البيضة اما اتأكل تلاتة كيلو علف بيأطوك اثنين كيلو مص اه لح تمام هو ده التحويل معامل التحويل معامل التحويل دي انا بقسمها الجزئين اللي هي سرعة التحويل يعني ان هو يوصل لوزن عالي بسرعة زي الفراخ البيضة كده اللي هي عمرها ما بيبقى 35-40 يوم بالكتير وبتتدبح كذلك هم اما اشتغلوا مع الحمام اللحم اشتغلهم على الحتة دي ان هو بسرعة زغوله ليكبر وفي نفس الوقت نسبة التصافي بتاعته تكون اعلى يعني ايه يعني ما يبقاش فيه عضم كتير وانت اللي كان الحمام اللحم عارف ان العضم بتاع الحمام اللحم صغير شوية وطبعا طعمه اجمل من الحمام التاني مثلا لو قارننا بالانواع التانية مثلا تم انت فيها حمام تاني اتقل يعني انت ممكن تهجن حمام كينج على حمام لاحم وتطلع وزن اتقل من الحمام اللي الشركة الفرنسية عملته بس هل كده بقى حمام لاحم لقد انت كده انت بعدت عن مواصفات الحمام اللحم لان اول شيء بروز عضلة الصدر سرعة التحويل او اللي هي معامل التحويل التانية معامل التحويل اللي انا قسمتها اتنين تمام غير ان هو طبعا المزايا اللي احنا عارفينها كلنا السرعة في الانتاج تمام الطعم الشاي اللي احنا بتكلم عنه دي ده حاجة ميزة لكن اهم شيء انت في الموضوع ده كله اللي هي بروز عضلة الصدر اللي هي مش موجودة عندنا كلنا بس كده وانا واحد منكم انا واحد منكم انا مش بقولك انا عندي احسن حمام ما مش موجود عندي ودور عليها في الحمام اللي في مصر كله مش هتلاقيها هل معنى كده ان احنا نرمي حمامنا زي ما قولنا مع المهندس محمد بحري اتكلمنا كده قالك لأ انت هتعمل اه انت عندك اه قطيع اختار منه اختار منه اه اعلى عضلة صدر واتساع عضلة الصدر اه انت مش هتلاقي العضمة المختفية في عضلة الصدر فحاول ان انت تجيب الصدر العريض مش الديق كده العريض كده خلاص اللي ما يبقى كده كل ما عرض كده الصدر خلاص اختار انت دي كل ما العضمة اختفت اختار القص اللي زي ده واشتغل عليه حفظ عليه ده حفظ عليه انتج منه اعمل سلالتك منه لان السلالة اللي عندنا هي هي اه لاحم لكنها زي ما قلت لك من اكتر من عشرين سنة قبل كده ان هي شغالة صاحبنا تاني اللي في المحافظة التانية زي ما قلتلك بيباعي الجزء الزغليل بيوصل لسبعمية يعني الناس اللي سألوه قلب سبعمية لسبعمية وخمسين طبعا هو الفيديو ده يا رب ان هو يشوفه احنا مش هنذكر اسمه خالص المرة دي ولا هنذكر محافظته هو ممكن يعرف نفسه قلب سبعمية سبعمية وخمسين ويا رب ما يعملش برضو ان احنا يعني ايه بنشوشر عليه او بنعمله دعاية ولا حاجة احنا نتمنى ان هو لو عنده دليل ان هو كان عنده حمام بختمة الشركة الفرنسية اظن للي جاي بقص زي ده لابد ان هو يصوره حتى لو هو مات منه او على الغالة هيصور الختم في ما عنده حتى لو لو ماتهم هيخلع منها الختم كده يبقى الختم عنده دليل ان هو كان عنده الحمام ده تمام كده فانت ما تدفعش في اي قصزة غليل اكتر من من ميتين لمتين وخمسين لو مستواء كويس قوي ده انا بنقول للناس اللي بيتابعونا اللي بيدورو على الحمام اللي بالختم الا اذا صاحب الحمام اللي قال لك انه عنده الاهالي المختومة او اللي هي جاءة من الكويت او جاءة من فرنسا بختم الشركة يصور لك الختم الاخضر اللي مكتوب عليه يوروبيجون اللي مخفي تحت جناح الحمامة لان فيها علامتين حتى لو العلامة الصفرة مش موجودة اللي هي الخارجة زي بتاع الحلق بتاع المعيز ده فما لهاش علاقة المهم يكون الختم اللي مدفون تحت او متغطي تحت الريش بتاع الجناح ده موجود يبقى هو ده اللي تدفع فيه فاقية فلوس لو حتى الزغلول بقى الفي جنيه انا بقول لك ادفعها. لكن اللي غير كده ما ما تصدقش ان هو كان عنده حمام من بختم الشركة الفرنسية. اه فاخينا طبعا التاني اللي احنا بكنا ازعلان ان انا تكلمته وحزرت من العلامة الصفرة اه كان المقصود ان هو مش هو بالتحديد اللي انا هنحذر منه كان المقصود اي حد هيركب العلامة دي اه ان الناس ما تنخداش في العلامة الصفرة اه العلامة دي مش الختم العلامة دي ممكن اي حد يركبها انت تركبها كلنا نركبها انت حر لكن لازم لما تبيع منها تعرف الناس ان مش ده الحمام اللي جاي من الشركة الفرنسية نفسها وكمان الوزن اللي انت بتكلم عنه اللي هو الف وسبعمائة جرام واللي وصل لالف وسبعمائة جرام طبعا بقولك ان ده مش حمام فرنساوي خالص ان ده حمام انت مهجنه ده حاجة مش وحشة لكن لازم المشتري يعرف ان ده حمام مش الحمام اللاحم الفرنسي البيور ده ممكن متهجن على كينج على مدينة متهجن على اي حاجة على رومي على روماني ما يعنيناش في شيء حمامتك كويسة وربنا يبارك في الحمام اللي عندك لكن مش حمام فرنسي بيور لازم اللي ياخده يكون عارف الكلام ده كله مش هيعطيه نفس النتائج اللي هو متوقعها ده اللي انت لازم تعرفه وانت بتشتري اللي احنا بنقول كده لان الناس اللي عارفت الختم عارفوا من القناة دي وبرضه ما هنحذر من اللي هينصب على هذا الاساس نحذر منه واللي هيشتريه برضو ونحذره ان انت ما تشتري الحمامة اشتريها عرفناك ايه الختم وايه اللي مش ختم تبقى عارف بالزبط الكلام ده يا رب احنا نتمنى والله ان الناس تجيب من الشركة الفرنسية نفسها وان الحمام ده ينتشر في مصر كله وان احنا نحسن من حمامنا ايه المانع ان احنا نتخلص من حمامنا ده ونجيب من السلالة لو انت عندك او عند غيرك من اللي هو بختمة الشركة الفرنسية دي نجيب اه ان نبدأ بقصي والقصي يبقى اتنين وبعد كده يشتغل هو لو عنده صورة في الانتاج هتنتج منه بصرعة طيب حد هيقول ان انت ما عندكش دليل تاني لا والله عندي اللي سكرينات كتير لكن مش عايز ادخل اطراف كتير في الموضوع اللي مش مصدق الكلام وان احنا معانا ادلة كتير ان هو اه ما عندوش الحمام ده اه يكلمني واتس انا بعت له محادثات كانت بيني وبين الناس اللي هي بيقول ان هو اشترى منهم مش هنذكر اسامي طبعا هو بيقول جاب الحمام ده من فلان الفلاني احنا عارفينه واتلمنا معاه قال انا ما بعتلوش حمام ولا بعت من ولاد الحمام لا اي حد لا له ولا لغيره عشان هو برضو ممكن يقول لك ايه لا اصل هو باعه لحد تاني وانا لحد التاني ده انا اشتريته منه بدلته بحمام معرفش ايه مش موضوعنا لكن هو ما باعش الحمام ده الحمام اللي باعه الاستاذ احمد باعه للناس كلها وانا اشتريت منه بقى نفس الاسعار العادية خالص انا خدت من الحمام اللي هو باعه الحمام العادي بتاعنا لكن انا ما جيتش في يوم قلت لك ان انا جبت من حمام ولاد الحمام بتاع الحمام المختوم لا ولا جيل اول ولا الجيل التاني ولا الكلام ده كله انا اشتريت من الحمام اللي هو موجود عند الناس كلها او ممكن تكون حمامة كويسة بس مش اللي هي بالخاتم او ولاد اللي بالخاتم لا هو ما بيعناش الحمام ده لسه احمد ما بيعشي الحمام ده خالص ولا بيع من ولاده ولاد ولاده كمان عشان ما تقولش ان انت جبته من حد تاني هو بيعه الحد والحد التاني ادهه لك لا ما حصلش الكلام ده طيب ليه انا برد هنا في فيديو وما ردتش على المنشورات بتاعه لان هو نشر المنشور انا علقتي تعليق واحد صغير ولسه هكمل وانشر بعض الادلة ان هو قال الكلام ده وان هو اشترى من الحمام ولاد الحمام اللي بالختم فطبعا عمل لحظر فما عرفتش ارد على المنشور بتاعه على الفيسبوك فان فيش قدامي غير اني انشر فيديو هنا للتحذير وبرضه هو يشوفه ويعرف الردود اللي عندي ويعرف ان عندي الادلة كتير انت تعارفين انا الراجل كبير ما ينفعش اتكلم في موضوعه ما معايش اي ادلة انا معاي الادلة كتير لكن انا بنشر لك دليل واحد او يعني حاجة من كلامك انت مش هندخل اطراف تانية انا بننشر ردودك انت على الناس اللي تأكد ان انت بتبع لهم الحمام على انه من حمام ولاد الانتاج بتاع الشركة الفرنسية اللي هو الحمام الاصلي اللي بالختم الشركة او من ولاده او من احفاده ان انت بتقول جيل حتى لما سألنا الاستاذ احمد قال انه هو ما بعشي عندي الحاجات دي موجودة انه هو ما بعشي لك حمام من حمام الشركة الفرنسية ولا بعه لحد تاني سألنا ولا من انتاجه قال ولا من عياله بنفس اللفظ كده ولا من عياله. خلاص? من تهية. ولا من عياله. مسألنا الاستاذ احمد تعرف حد يجاب حمام بالختم? قال لا خالص مفيش اصلا. مفيش حد يجاب حمام بالختم اصلا من اساسه. وده طبعا لصعوبة استراض الحمام. طبعا كلنا عارفين وتمنوا وتمنوا العالي قوي ان هو الوقتي هيعدل عشرين الف جنيه عشان تجيب قص من اللي هو بختم الشركة ده طبعا. الناس اللي جابت من الكويت. الناس اللي جابت حمام من الكويت برضو. اه مش من اللي بالختم. يعني زي ما بقولنا كده اللي جابو حمام من في الكويت. اه وانا برضو اللي عرفتهم هنا في القناة دي. باللي بيباع في الكويت وعراضنا مساعدة الناس. ما فيش حد منهم جاب حمام من بختم الشركة الفرنسية لانه يبقى غالي جدا احنا عارفنا انهم خادهم من حمام العادي برضو بتاع الكويت اللي هو جيل من عرفش كم يعني باADE برضو ولا من ولاده ولا من احفاده اللي جابهم من الكويت يعني. تمام كده? آآ نتمنى بس ان هو الاستاذ ده ما يطلعش تاني عامل منشور ويقول ان احنا بنهجمه. احنا بنقول له يا رب بالتوفيق. يا ربنا يوفقك وانت عندك حمامة كويسة. لكن هي ما تقولش عليها لاحم ولا تقولش عليها من انتاج الحمام بتاع الشركة الفرنسية. هي هي حمامة. تهجين لاحم على كينج ماشي. اقول لاحم على حاجة تانية ماشي. آآ اسم يا رب الحمام دي باسمك. آآ ممكن تبقى تاخد سمعة جيدة جدا ان انت وصلت للحكاية دي. وده شيء كويس اوي. مش حاجة وحشة. لكن ما تقولش لاحم ولاد الحمام الشركة الفرنسية. دي ما تنفعش تقولها. دي الاسباب اللي احنا قلناها قبل كده. طب هيطلع برضو حد يقول لي ما كلها حمام الدبيح انت عامل كل ده ليه? ما هي كلها حمام الدبيح. بس انت لما تلقى حد بيقول لك آآ جوز الزغليل بسبعمية وخمسين ما تم تقول لهو. انا بقول لك يا حمام الدبيح. جوز الزغليل من ميتين يا وهو مستوى عالي قوي يبقى ميتين وخمسين جنيه. انا بنتكلم في السهر الحالي الوقت هوه جوز زغليل مستوى عالي قوي حجم كده. آآ اللي هو الحمام بتاعنا. لو طلع جوز غليل محترم كده. ميتين وخمسين حلو قوي في يعني انا في في اقل من ميتين كمان. وفي انا بقول لك المتواصل ات متين العالي بتاعه ميتين اما ما تسمع خمسمية وتسمع سبعمية وخمسين. اه ده حمام ايه? اه ما نعرفش يعني. يعني هو كل ده اه على اساس ان هو ابن الحمام المخدوم. لا اجماعة مش ابن الحمام المخدوم ولا حاجة. وبلاش يضحك عليك. اه بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة لو عجبك الفيديو عمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام